السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذكر بعض الاسباب التي تدفع الاشخاص الى الهجرة الى بلدا اخرى من اجل الدراسة والبحث عن عمل اذا الاسباب التي تدفع الاشخاص الى الهجرة من اجل الدراسة او البحث عن عمل ولاحظ اتوقع اقرأ العنوان والاحظ موقع الرجل بين صومات حسان وساعة بيكبين ثم اتوقع مضمون النص اذا ولاحظ في الصورة رجل يجلس قبالة ساعة بيكبين ويفكر في وطنه اذا صومات حسان تدل انه يفكر فكره مشغول بوطنه وهذا يدل على الحنين والاشتياق توقع ما سيتحدث عنه نص او مضمون القصيدة اذا قد يتحدث نص عن رحلة الشاعر ومقامه بلندن وحينه الدائم الى الوطن اذا نلاحظ في الصورة رجل يجلس قبالة ساعة بيكبين ويفكر في وطنه وهذا يدل على الحنين والاشتياق قد يتحدث النص عن رحلة الشاعر ومقامه بلندن وحنينه الدائم الى وطنه مقامي بلندن ساقني الضهر الامتطاء البحاري واقتحام الاخطار في الاصفاري ورمابي الى مكان صحيق رغم انفي مقيدا باضطراري لم تكن هكذا ضنوني وحقا ليس ينجو ذو غرة من عثاري انني في ارض اراها كحلم او كطيف لزمرة الزواري ذاك والناس ينسلون اليها كل حين من سائر الاقطاري بعضهم للعلوم جاء وبعض يرتجي ان يفوز بالدينار وانا في الذين جاءوا اليها لتعاطيهم مهنة التجار لم اجد فيها من ولي حميم او نجي ابثه اسراري وإليهم احن دوما وأرجو ملتقاهم في ليلة او نهاري تتلدى الاحشاء شوقا اليهم بجمار ويا لها من جماري قد جرت في ارض حوادث شتى انا عنها بمعزل متواري يا اخي اللائذي شكاتي اليكم ودموعي من لؤلؤ الاشعار قصيدة جميلة جدا للشاعر عبد الرحمن حجي عن كتاب الادب العربي في المغرب الاقصى للأستاذ القباج نذن ننتقل لاجابة الاسئلة المرافقة لهذا النص اقرأ القصيدة قراءة هميسة انشد القصيدة بالتناوب مع اصدقائي وصديقاتي واقتري بانشاد استاذي او استادتي اذا ننتقل لفهم النص اغني رصيدي اربط العبارة التالية ضغرة بمعناها اذا ما معنى ضغرة هل هو قليل المال ام قليل الجهد ام قليل التجربة ضغرة معناها قليل التجربة اذا ناتي بخريطة كلمات امتطاء اذا نوع الكلمة ممكن ان نقولها مصدر او اسم مصدر معناها ركوب معناها امتطاء ركوب ضدها ترجل او نزول ترجل او نزول المعنايين صحيحين تركيبها في جملة امتطاء الفارس الحصان امتطى الفارس الحصان افهم واحلي استهل الشاعر القصيدة بحديثي عن السفر فهل كان سفر اختياريا ام اجباريا لاحظوا معيونا في البيت التاني ورمابي الى مكان صحيق رغم ان في مقيدا بالطراري اذا رغم ان في مقيدا بالطراري يدل على ان الشاعر سافر الى لندن اجباريا مجبرا اذا اجباريا وليس اختياريا اختار الجواب الصحيح سافر الشاعر الى لندن من اجل الدراسة التجارة امي التنزل لاحظوا معي ايضا في النص البيت البيت السابع وانا في الذين جاءوا اليها لتعاطيهم مهنة التجار لاحظوا معي الشطر ثاني من البيت السابع لتعاطيهم مهنة التجار اذا جاء ذهب الشاعر سافر الشاعر الى لندن للتجارة للتجارة حدد الشاعر نوعين من المهاجرين الى لندن اذكرهما اذا نوعين الذين ذكرهما الشاعر نوع الاول من اجل العلوم من اجل العلوم والنوع التاني من اجل العمل اذا النوع الاول هجر الى لندن من اجل العلوم والنوع التاني من اجل العمل اضف الشاعر على لندن صفات اذكرها اذكر بعضها اذا بعض الصفات التي ذكرها الشاعر مكان صحيق بمعنى بعيد المعنى الاخر حلم وهناك معنى اخر طيف طيف اذا هناك مكان صحيق يعني صفة من الصفات التي وصف بها الشاعر والانضر مكان صحيق حلم طيف استخرج من القصيدة ما يدل على ما يلي شوق الشاعر الوطني اشتياقه لاصحابي اذا بالنسبة شوق الشاعر الوطني قد جرت في ارض حوادث شتة انا عنها في معزل المتواري اذا هذا يدل على شوق الشاعر الى وطني اشتياقه لاصحابه لم اجد فيها من ولي حميم نجي ابوثه اسراري اليهم احن دوما ارجو ملتقاهم اذا هذا ما يدل على شوق الشاعر الوطني وهذه العبارات تدل على شياقه لاصحابه لم اجد فيها من ولي حميم نجي ابوثه اسراري اليهم احن دوما ارجو ملتقاهم اذا نلتقل للسؤال السادس ورتب الافكار التالية حسب ورودها في النص اذا شوق الشاعر لوطني اضطرار الشاعر للسفار انواع المهاجر الى لندن اذا فكرة الاولى اضطرار الشاعر للسفار فكرة الثانية انواع المهاجر الى لندن اما الفكرة الاخيرة شوق الشاعر لوطنيه اتدو 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 قال الشاعر ساقن الضهر لامتطاع البحار اي ركوب البحار فماذا يقصد الشاعر هنا بعلم ان البحار ليست وسيلة نقل نعم البحار ليست وسيلة نقل ولكن نستعمل السفينة التي تسير في البحر وهكذا نكون قد ركبنا البحر ركب البحر للانتقال من مكان الى مكان اذا يقصد الشاعر بذلك ركوب السفن التي تسير فوق البحر لانه للوصول الى لندن يجب قطع البحار اذا يقصد الشاعر بذلك ركوب السفن التي تسير فوق البحر لانه للوصول الى لندن يجب قطع البحار تمرين الثاني اولخص افكار القصيدة في بضعة اسطر اذا افكار القصيدة انتقال لندن مرغما وقد كان قليل التجربة وأثناء مقامه باللندن وجد أنواعا من المهاجرين منهم من جاء للعلوم ومنهم من يريد العمل لكن الشاعر اشتاق إلى أصحابه ليبثهم أسراره واشتياقه لوطنه. إذا انتقال الشاعر إلى لندن مرغما وقد كان قليل التجربة وأثناء مقامه بلندن وجد أنواعا من المهاجرين منهم من جاء للعلوم ومنهم من يريد العمل لكن الشاعر اشتاق إلى أصحابه ليبثهم أسراره واشتياقه لوطنه. التمرين الثالث من التذوق القيمة. القيمة هي حب الوطن القيمة التي تضمنها القصيدة حب الوطن. أبدأ رأي في أحساس الشاعر تجاه وطنه. إذا بالنسبة للأحساس الشاعر تجاه وطنه. حنين الشاعر إلى وطنه يدل على تعلقه وحبه له. حنين الشاعر إلى وطنه يدل على تعلقه وحبه له. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. مع السلامة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر